أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وخلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة كما أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من أمير الكويت نوافل أحمد الجابر الصباح تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصفة العربية عبر التوصل إلى المصالحة مشيدا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية موسيقى اشتركوا في القناة